أكد صاحب سمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نايب القائد الأعلى نايب الأول رئيس مجلس الوزراء على اهتمام مملكة البحرين انطلاقا من رؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهد البلاد المفدى حفظه الله ورعاه على تعزيز بناء الشراكة الاستراتيجية مع الدول الأسيوية في شتى القطاعات وزيادة زخم العلاقات الاقتصادية معها بشكل خاص ورحب سموه بسيارة فخامة الرئيس رودريغو روادو تيرتي رئيس جمهورية الفلبين الصديقة للمملكة والتي تعكس تنامي علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين الصديقين مشيدا سموه بما تزخر به هذه العلاقات من تعاون وثيق في الجوانب الاقتصادية والاستثمارية والثقافية والتعليمية مؤكدا سموه على أن تواجه البلدان نحو تعزيز تعاونهما الثنائي يمثل فرصة مهمة لتبادل مختلف التجارب خاصة على الصعود التنموية جاء ذلك لدى لقاء صاحب السموه الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء مع فخامة الرئيس الفلبيني في حلبة البحرين الدولية اليوم بحضور سمو الشيخ علي بن خليفة الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء معربا سموه عن تطلعه نحو المزيد من أطل التعاون مع جمهورية الفلبين الصديقة وقد أعرب فخامة الرئيس الفلبيني عن سروره بلقاء صاحب السموه الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول رئيس مجلس الوزراء وتقديره لما أبداه سموه من اهتمام بدعم العلاقات البحرينية الفلبينية وتمنين فخامته لمملكة البحرين المزيدة من الازدهار والتقدم ترجمة نانسي قنقر